نبدأ الجولة من اليوم التالي وفيها نقرأ تركيا تمويل مشروعا زراعيا بعقد لمدة 35 عاما أعلنت ولاية سنار عن شراكة سودانية تركيا لقامة مشروع زراعي في منطقة دوبا بتمويل قدره 800 مليون دولار وبعقد لمدة 35 عاما وقال نائب الوالي وزير الزراعة بسنار أزهر خلف الله حسب وكالة السودان للمبأ أمس أنه مشروع متكامل للزراعة والتصنيع الزراعي والحيواني يقوم على مساحة تبلغ 60 ألف فدان بالمناصفة وأشار في لقاء تنويري مع موثري قرى منطقة دوبا إلى اختيار منطقة دوبا بمحلية شرك سنار لإقامة هذا المشروع لخصوبة أراضي المنطقة وتوفر المياه وقربها من مناطق التسويق كيف تقرأ دخول تركيا في تمويل مشروع زراعي قيمة 800 مليون دولار حسب الصحيفة طبعا المعروف عن تركيا أن تركيا واحدة من البلدان عندها الرائدة في مجال الانتاج الزراعي بل إنها تنتج كثير جدا من الغزال يصدر لأوروبا فتركيا من ناحية أنها عندها خبرة في الانتاج الزراعي لا يوجد شخص يستطيع أن يطعم في هذا الأمر لكن الخبر سياقته مرتبكة أحيانا تتحدث عن تخصيص وحيانا تتحدث عن تمويل وحيانا تتحدث عن شراكة وردت ثلاثة عبارات هذه تخصيص وشراكة وتمويل وهذه عبارات مختلفة تماما تخصيص معناه مخصص لاستثمار تركيا لمدة 35 عام شراكة معناه شراكة هل هذه الشراكة مع الحكومة هل هذه الشراكة مع المزارعين الموجودين في المنطقة لأن منطقة دوبا فيها مشروع زراعي معروف من سنوات طويلة هل أن تركيا ستمويل فقط والمشروع سيحول لشركة ما بين الحكومة والمزارعين العبارات المستخدمة فيها ارتباك شديد جدا غير واضح يعني كل عبارة عندها وكه مختلف ولذلك ده واحدة من حاجات الإشكالات في الارتباك في التعامل الإعلامي مع الأشياء المرتبطة بالاستثمار يعني كثير من المعلومات يعني تم استخدام عبارات عبارات غير حقيقية لا تعكس أو عدم الدقة أحيانا من المسؤول الذي يتحدث وأحيانا من الأجهزة الإعلامية التي تنقل فلذلك يعني ده جزء من حالة الارتباك البيعاني منها الحديث حول الاستثمار في مختلف المجالات ارتباك في الاستخدام الصحيح لماذا يحدث تحديدا ارتباك كثير جدا في الأرقام التي يتم الحديث حول الاستثمار ده من جانب الجانب الآخر صحيح هذه منطقة معروفة عندها تاريخ بتعنتاج خبرة عمل زراعي منطقة معروفة بخصوبتها ليست بعيدة من النيل ليست بعيدة من طرق المواصلات المزارعين لديهم خبرات في بعض المجالات الانتاج الزراعي يبقى ان الوزير تحدث التصريح المنقول عن الوزير انه تحدث عن مجمع متكامل للتصنيع الزراعي تصنيع ماذا يريد ان يزرع طبيعة الشراكة هل هي شراكة بين المزارعين والمستثمر التركي مباشرة ام ان الحكومة طرف لان هذه اراضي زرعها مزارعين منذ مئات السنين فالامر برمته يحتاج لمزيد من التوضيحات رغم انه من امر ايجابي ان دخلت تركيا في مجال الاستثمار الزراعي باعتبار انها دولة لديها خبرة وتجاري في مجال الانتاج الزراعي طيب ما هي ابرز التحديات المتوقعة التي يمكن ان تواجه هذا المشروع اولا الشفافية في الشراكة هل الشراكة مع المزارعين مباشرة انصبة المزارعين خاصة انه هذه الاراضي يعني بظل المزارعين يزرعوا ويتوارسوا عن ابواهم واجدادهم لسنوات طويلة جدا فقضية ملكية الارض وهي واحدة من التحديات التي تواجه الاستثمارات في السودان في مختلف مناطق السودان دي واحدة من التحديات التي ستتواجه هذا المشروع الامر الثاني واحدة من الاشياء البنية تحتية تربط هذا المشروع منطقة دوبة لانه الطريق المنطقة شرق سنار ما فيه طرق معبدة ومعروفة بانها ارضة طينية في فصل الامطار تنقطع عن الطرق الرئيسية بشكل كبير جدا اذا لم يقوم طريق يربط المنطقة ما بين الطريق الغربي طريق الغربي او حتى يصل الى الكبري العابر نحو سنار في تياسينجا او منطقة الخزان تصبح واحدة من المشروع سيواجه بعض الاشكالات التخصيص لخمسة وثلاثين سنة يعني هل خمسة وثلاثين سنة هد مدة سداد القرط هل خمسة وثلاثين سنة ستخصص للمستثمر التركي الامر يحتاج لتفصيل للرأي العام ولهالي المنطقة الذين سيتأثرون مباشرة بهذا المشروع بعد نجاح تجربة الزراعة التعاقدية يعني بعض المستثمرين مع المزارعين نجحوا في هذا النوع من الزراعة وكان لديها عواية جيدة هل تتوقع التوسع في هذه التجربة؟ الواضح أن الشركات التي دخلت في مجال الزراعة التعاقدية والتي كانت رائدة في مجال الزراعة التعاقدية واضح أن الأمر مغري بالنسبة له وستتوسع فيها لأنها بدأت في بعض المشاريع المرتبطة بالريال المطري بدأت في جنوب كردفان في مشروع أبو حبل في المنطقة المرتبطة ببعض المساحات الصغيرة في ولاية القضارف العام الماضي دخلت الزراعة التعاقدية في مشروع الجزيرة حقق بعض المزارعين عوايد كبيرة الشركات حصلت على عوايد كبيرة واضح أن هذه الشركات ستتوسع في هذا الأمر والمزارعين سيكونوا راغبين لأن الزراعة التعاقدية ستحل له مشكلة التمويل وستحل له مشكلة التسويق لأن الشركة التي تمويل هي التي ستشتري المحصول مباشرة يبقى الأمر أن المحاصيل التي تم زراعتها إذا تم ربطها بتصنيع زراعي ودخلت هذه الشركات التي تزرع زراعة التعاقدية بتصنيع زراعي مرتبط بالمحاصيل التي تزرعها تصبح الدائرة مكتملة وتصبح العايدة الاقتصادي أكثر وأفضل ويمكن أن يتوسع بشكل كبير جدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر